السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة موزيوم روشي ان شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تنفذوها معي بكل سهولة اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملولوا لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات رأيوكم ايه في الشنطة وبتشاهدوني من اي بلد ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحبين تتابعوني ينساعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك سمك 3 ملي وابرة رقم 5 مليمتر تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة ليه وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها هبدأ باسم الله بعمل عقدة بداية وهشتغل ستين سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سانتي بعمل العمن وبحقت نوالي انتوا حسب المقاسات اللي انتواك فك bio باستغلوا بسانتي سنش BRYA مقاسهم اتنين وخمسين سنطي بالزبط. الغرزة اللي انا هشتغلها عبارة عن سطر واحد هنقرره لحد ما نوصل للمقاس المناسب. اول سطر هشتغله في حلقة ضهر السلسلة. بسيب حرف الفي وباشتغل السطر الاول في الحلقة اللي في الخلف. بارتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع للغرزة اللي انا هشتغلها. وبسيبها وبرجع على السلسل اللي قبلها وباشتغل منزلقة ونص عمود وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. معايا لفة على الابرة. بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها. تحت الحلقة اللي في الخلف. بسحب الخيط وبعد كده بسحبه من الحلقة اللي على الابرة. دي طريق غرزة المنزلقة. الغرزة التانية باشتغل غرزة نص عمود. معايا لفة على الابرة. باخد كمان لفة من الخيط. اصبح معايا لفتين. بدخل في السلسلة التانية وبسحب الخيط. اصبح معايا تلات لفات على الابرة. بسحب الخيط من التلات لفات. دي طريقة غرزة النص عمود. بكرر بنفس الطريقة بالتبادل مع بعض الحد ما وصل لاخر السطر. منزلقة. نص عمود. منزلقة. نص عمود. انا بدأت السطر بمنزلقة وهنهي السطر بغرزة نص عمود. تقدروا تبدل الغرز وتبدأوا بنص عمود وتنهوا السطر بغرزة منزلقة. منزلقة. نص عمود. هكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر سلسلة عند خيط البداية. وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية. هشتغل فيها غرزة نص عمود. كده انا اشتغلت اول سطر ستين غرزة. بدأت بغرزة منزلقة ونهيت السطر بغرزة نص عمود. بسحب خيط البداية ده كده من الغرزة. عشان انظفه. بعدي كده من الثلاث حلقات وبسحب طرف الخيط. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التاني. وبشتغل بنفس الطريقة وباخد معي طرف الخيط بتاع البداية. وبشتغل عليه. بس هشتغل تحت الحلقتين يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. معي لف على الابرة بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل هنا في اول غرزة. تحت الحلقتين. ومعي طرف الخيط وبسحب وبشتغل منزلقة. في الغرزة التانية بشتغل نص عمود. برضو تحت الحلقتين. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. الغرزة التالتة بشتغل منزلقة. الغرزة الرابعة بشتغل نص عمود. الخامسة منزلقة. السادسة نص عمود. هكرر بنفس الطريقة حد ما وصل لاخر السطر التاني. وصلت اخر السطر التاني هشتغل اخر غرزة نص عمود. كده انا اشتغلت سطرين على الستين سلسلة اللي انا بدأت بيهم. وده شكل الغرزة. شكلها جميل جدا. الوش زي الضهر بالزبط. هكرر بنفس الطريقة. بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الثالث. وبشتغل منزلقة ونص عمود لحد ما وصل لاخر السطر. بارتفع سلسلة وببدأ السطر الرابع وهكذا. وبشتغل رايح جاي. وبارتفع بالشغل بتاعي بعدد من السطور. لحد ما وصل للمقاس المناسب. وارجع لك انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سانتي. انا كده اشتغلت واحد وعشرين سطر من الغرزة بنفس الطريقة اللي شفناها مع بعض في البداية. لحد ما وصلت لمقاس عشرين سنتي. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا. مقاس العرض عشرين سنتي بالزبط. ومقاس الطول. اتنين وخمسين سنتي. ده شكل الغرزة. شكلها جميل جدا. بعد كده هاقص الخيط وهزبطه. بسحب الخيط من الحلقة اللي على الابرة. وهاقصه وهنضف الجزء الزيادة. اشتركوا في القناة. كده انا خلصت الجزء الاول من الشنطة. هجيب الخيط والابرة وهنشوف هنشتغل الجزء الثاني ازاي. بعمل عقدة بداية. وهشتغل ستاشر سلسلة زائد سلسلة ارتفاع. كده انا اشتغلت سبعتاشر سلسلة. بسيب السلسلة الاخيرة اللي هي رقم سبعتاشر. وبرجع على الستاشر سلسلة اللي قبلها. وبشتغل ستاشر غرزة حشو. بشتغل اول سطر في حلقة ضهر السلسلة. في الحلقة اللي في الخلف. معايا لفة على الابرة. وبفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع. وبدخل في اللي قبلها. وبشتغل غرزة حشو. وبكمل لحد موصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر عند اخر سلسلة. عايزة انضف خيط البداية معايا. بدخل في السلسلة الاخيرة وباسحب الخيط. اصبح معايا لفتين على الابرة. باعدي طرف الخيط ناحية الخلف. وبقفل عليه غرزة الحشو الاخيرة. كده انا اشتغلت اول سطر ستاشر غرزة حشو. بعد كده بعدي طرف الخيط ناحية الامام مرة تانية. وبارتفع سلسلة. وبالف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التاني. بداية من السطر التاني هشتغل اول غرزة في السطر واخر غرزة تحت الحلقتين. يعني تحت حرف في الغرزة كلها. والاربعتشر غرزة اللي في المنتصف هشتغلهم حشو في الحلقة الخلفية. وهاخد معايا طرف الخيط بتاع البداية عشان انضافه. نخلي بالنا. معايا لفة على الابرة بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل هنا في اول غرزة تحت الحلقتين. تحت حرف الفي في الغرزة كلها. ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وباسحب وبشتغل اول غرزة في السطر التاني. بعد كده بشتغل اربعتاشر غرزة حشو في الحلقة الخلفية. بدخل في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية. ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. وبكرر لحد ما وصل عند اخر غرزة. وصلت هنا عند اخر غرزة. بشتغل حشو في الحلقتين. يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. كده انا اشتغلت سطرين على الستاشر السلسلة اللي انا بدأت بيهم. هاقص طرف الخيط الزيادة ده. بعد كده بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التالت وهشتغل بنفس الطريقة. اول غرزة في السطر واخر غرزة تحت الحلقتين. والاربعتاشر غرزة اللي في المنتصف حشو في الحلقة الخلفية. وصلت اخر غرزة في السطر. بشتغلها تحت الحلقتين. كده انا اشتغلت تلات سطور. هكرر بنفس الطريقة بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع. وبشتغل رايح جاي وبرتفع بالشغل بتاعي لحد ما وصل لعدد السطور المناسب. وارجع لك انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سنتي. انا كده اشتغلت اتنين وعشرين سطر بنفس الطريقة لحد ما وصلت لمقاس عشرين سنتي. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين. غرزة حشو في الحلقة الخلفية شكلها جميل جدا. هنشوف المقاسات مع بعض. مقاس الطول عشرين سنتي بالزبط. ومقاس العرض ستاشر سنتي. بعد كده هسبت الخيط. مش هقصه عشان هقفل بيه. بوسع الحلقة اللي على الابرة وبعد منها شلط الخيط. وبسبته لحد ما وصل لمرحلة التقفيل. لو انا عديت الغرز في التلات جواني بدول كده الجنب ده. والجنب اللي تحت والجنب التالت هلاقيهم ستين غرزة. نفس العدد اللي انا بدأت بيه في القطعة الكبيرة اللي انا هشبك فيها. كده انا اشتغلت الجزء التاني من الشنطة. هشتغل الجزء التالت بنفس الخطوات وبنفس الطريقة وارجع لكم تاني. بعد ما اشتغلت الجزء التالت بنفس الخطوات وبنفس الطريقة. اصبح عندي الجزءين زي بعض بالزبط. كده انا اشتغلت تلاتة اجزاء من الشنطة. هجيبي الجزء الاول وهنبدأ نشبك الاجزاء مع بعضها بغرزة منزلقة. هشبك بطرفين الخيط اللي انا سبتوهم في الجنبين الصغيرين. بابرة الكروشي. تقدروا تشبكوا بابرة التنظيف? الطريقة الاسهل لكو شبكوا بيها. ده وش الشغل بتاعي هبدأ من هنا. انا عندي هنا ستين غرزة. في الجزء الكبير. وعندي زي ما قلتلكم ستين غرزة برضو في التلات جوانب بتوع القطعة الصغيرة. هشبك كل غرزتين مع بعض. بحط الجنب الصغير ده تحت كده تحت الجنب الكبير. وهشبك بطرف الخيط بغرز المنزلقة. بالشكل ده كده. بلف الخيط على الابرة بالطريقة دي كده. وبدخل في اول غرزتين قصات بعض. اول غرزة في الجنب الكبير هنا تحت حرف الفي. بس بخلي طرف الخيط تحت. بخلي طرف الخيط تحت بين القطعتين. بعد ما لفيت الخيط على الابرة بدخل هنا في اول غرزة تحت الحلقتين تحت حرف الفي. مع اول غرزة هنا في الجزء الصغير. وبسحب الخيط من تحت وبعمل منزلقة. بسحبه وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة. بكرر على كل الغرز كل غرزتين قصات بعض. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص كده شبكت الجنب التاني بنفس الطريقة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. وسبت طرف الخيط ما قصتهوش. عشان هشتغل بيه غرز حشو على الفتحة بتاعة الشنطة كلها. هشتغل عدد من السطور من غرز الحشو. لحد ما وصل للمقاس المناسب اللي انا عايزاه وبعد كده ارجع لكم اشتغلت كام سطر. بعد ما اشتغلت هنا اخر سلسلة في التقفيل. بدخل هنا تحت الحلقتين وبشتغل غرز حشو. بشتغل في كل غرزة غرزة. وصلت اخر السطر هابدأ مباشرة السطر التاني من غير ما قفل بمنزلقة. بدخل في اول غرزة انا اشتغلتها. وبشتغل اول غرزة في السطر التاني. وبكرر على كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تزايد او تناقص. وبلف بالشغل لحد ما وصل لاخر السطر. على طول ببدأ السطر التالف مباشرة وبشتغل حلزوني داير ميدور. وهارتفع خمس سطور او ست سطور من غرز الحشو على الفتحة بتاعة الشنطة. انا كده اشتغلت ست سطور من غرز الحشو بشكل حلزوني داير ميدور. من غير مقفل بمنزلقة. بمقاز ستة سنطي. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. اخر سطر هشتغله. هبروز الفتحة بتاعة الشنطة بغرزة سلسلة ومنزلقة. بشتغل ازاي? اول غرزة هنا بعمل منزلقة تحت الحلقتين. وبرتفع سلسلة. الغرزة التانية بعمل منزلقة. وبرتفع سلسلة. وبكرر لحد ما وصل لاخر السطر. اشتغل روز الفتحة التي انا ستب LINكي لا تفعل المزتيجة. العثوات تح Takei جائلا. فمتع ش العثوات الجمهنية والذكر اشتغل روز الفتحة اشتغل اشتركوا في القناة 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 وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته